فتلاقي على سبيل المثال موضوع بقى سعر الفايدة كان من الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها على مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء قضية المستريح الأخيرة اللي لم فيها بتاع مليار ونص تقريبا مليار وخمسمائة مليون مليار دي يعني ألف مليون متخيلين الرقم ولما تيجي ببص على تفنيده في المينيا تلاقي قرية طالع منها حاجة وعشرين مليون وقرية طالع منها حاجة واربعين مليون وقرية طالع منها حاجة وسبعين مليون إيه الأرقام دي ضخمة جدا وخلي بالحضراتكم المستريح هذا النموذج للنصابين ما بيبقاش الكلام إنه تعالى ديني فلوسك وخلاص لا بيغري بيلعب على شهوة الطمع فييجي يقولك أنا هاخد منك القرش هرجعه لك عشر قرش فأنت تقول الله طب مليون أجرب فتيجي تقول إيه طب أنا حط نص المبلغ مش المبلغ كله ده اللي بيحاول يستنصح يعني فلما يحط نص المبلغ يقوم النصاب عامل إيه يرجع له الشهر اللي بعديها الفايدة وساعات بيرجع له الزيادة عن اللي قال له عليه يعني لو قال له هرجع عليك دي يسبب 17% لا يقوم يديه له بـ 18-19 فهي غريق فهي تحمس فيديه لفلوس أكتر ويقوله قريبه ويقوله صحابه فالجدع مستريح ده اللي هو بيقول عليه مستر حسين ده عملي بقى بدأ بالشكل ده وبعدين أم إيه ما كملش بنفسه بقى جاب مجموعة مندوبين عنه يروحوا بالكنبيالات ولا الشيكات يمضوا الناس ياخدوا الفلوس يودوا هالو وياخدوا نسبة فبالتالي فضل يلم 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 لحد ما وصل للرقم ده مليار وخمسمائة مليون رقم ضخم جدا إيه علاقة ده بقى بالفايدة لما بدأ الموضوع ده يتم نقاشه إنه يا جماعة مش ممكن ده يعني تكلمنا في الموضوع ده كتير مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة بصوا حضراتكم كده ده موقع الوطن أهو خلاص شوفوا كده كم قضية مستريح السنين اللي فاتت ده كده يعني عينة عشوائية وهتلاقوا فيها بالمليارات وبالملايين ولو كملنا بقى للسنين اللي فاتت يعني التجميع اللي انتوا شايفينها دي لما جمعناها كده عمنا لها حاجة بتاعت ستة مليار ستة مليار جنيه ستة مليار جنيه متخيلين الرقم رقم ضخم جدا يتقال بقى مرة واثنين وثلاثة والناس يتنصب عليها وتلاقي مش بس إن في ناس تانية بتنصب عليها لا ده تلاقي ناس في نفس القرية في نفس المحافظة في نفس المدينة بيتنصب عليها مرة تانية بقى سريب بقى مختلفة إيه ربط الداب الفايدة إنه بتلاقي بعض الناس وده حصل على مواقع التواصل الاجتماعي ونها تعليقات كتصادمة بالنسبة لي إنه بيقولوا إنهم أصلا الفايدة في البنوك بصوا بقت عاملة إزاي ما هو البنوك مش حطانا في الاعتبار ما هو لو البنك ميدينا فايدة كويسة أنا هروح ليه أودي فلوسي لحد ما عرفوش موضوع الفايدة زي ما قلت لحضراتكم يمكن تبقى أقل زاوية فيه هي فكرة المودعين لأن النظرة بتبقى الاقتصاد الكل والتنشيط مجال الاستثمار كل ما بتقل الفايدة بيدي مساحة أكتر للإقراض عشان المستثمر يقدر يقترد فالفايدة لما تبقى أقل هي بقادر أنه هو يدفع المصاريف القرد لاستلفوا أو اقتردوا وبياخد القرد ده بيعمل مشروعات ففرص عمل فإنتاج أكتر فنشاط أكتر اقتصادي وهكذا ترجمة نانسي قنقر